مركب كبير يتكون الوحدة اسمه أمينو أسد أحيانا في الكتب العالمية يقولونه أمينو أسد كاربون هي امينو أسد تختلف من امينو أسد لامينو أسد ما ينفعش أمينو أسد ما يبقاش فيه الاتنين. فيه تيرمينال او ألقايل جروب بتختلف من أمينو أسد توقع نظر. هيا تيرمينال ألقايل جروب. هي اللي بتحدد الطيب اف أمينو أسد. طب زي بتكون البروتين؟ أمينو أسد لينكتو جيزر باي ربط اسمها بيبتايد بونس. البيبتايد بونس دي بتتكون بين الكربوكسل جروب بتاع الأوليني يعني باخده O H من هنا. مع ال H بتاع الأمينو جروب التاني اللي هي بتبقى الناحية التانية. وطلع مية. يبقى الووتر. على طول بتيجي في التشوز. من O H من أمينو أسد 1. وال H بتاع الأمينو أمينو جروب بتاع الأمينو أسد نمبر 2. وطلع مية. لما حط أمينو أسد وأمينو أسد يتديني داي ببتايد. لما حط سيفر الأمينو أسد يتديني بولي ببتايد. طب أنا عندي 20 أمينو أسد زي الجليسين والألانين والفانين. ومع كده أنا عندي أحداث كبيرة جدا من بوتيتز. ليه بقى؟ لاني بيقولك it is not condition مش شرط عند تكوين البروتين ان يتحدوا similar أمينو أسد. لكن فيه اختلافين. بتعتمد على ال type, order, number. يعني ايه؟ يعني لو غيرت ال type هيتغير نوع البروتين. لو غيرت ترتبهم هم هم. بس غيرت ترتبهم بيتغير نوع البروتين. لو غيرت العدد هم هم نفس الحاجة بس زودت واحد او قصت واحد بيتديني بروتين جديد. طب انواع البروتين مهمة جدا 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 جدا. فيه سيمبل بروتين يعني التركبته عبارة عن أمينو أسد بس زي الألبيومين. طب فيه Conjugated يعني بيتحد مع أمينو أسد مع حاجة تانية. أمينو أسد ونيوكليك أسد كروماتين الموجود في نيوكليس. اللي بيبقى فيه دينين. أمينو أسد وفوسفرس كازين ده البروتين الموجود في الملك. أمينو أسد وآيدين هيدين هيديني سايروكسين موجود في السايرويد جلان. أمينو أسد وآيرن هيدين هيديني almost a médico. والصلاة Central в network. باليديوكسين. في السايرويد جلان. الكروماتين في النوكليس. أمينو أسد وحدث في الملكانين الموجود في الهيومين. من الملك اللازمة الموجود في البلوود بلازمة ومن أسد وطب هنا. هنا في السايروكسين الغناحي. في السايرويد جلان. هنا في mail. كروماتين في نيوكليس هدخل على الجزء اللي بعده ايه اهمية البروتين؟ البروتين مهم جدا في البيو كيميكال بروسسس العمليات الحيوية بيحافظ على حياتنا بيدخل في تركيب الانزايمز تركيب الهورمونز بيبقى الستراكشنين بتاعت كل بيدخل في تركيب السيل ممبرين الكروموسومز الماصل الهير الارجنز الجلانز الليجامنز التندونز الاربطال الوطار عشان كده بتساعد في الحركة في البادي فليوت زي البلاد واللمف بتساعد في البادي كروس طب ازاي يحدد البروتين؟ فيه كاشف اسمه لونه لما بيلاقي بروتين لونه بتحاول من بلو الفايلت لو عملنا تجربة حطنا ايج البيو من وحطت عليهم ايه؟ الايج البيو من طبعا فيه بروتين لونه بتحاول لفايلت لان الايج البيو من كونتين بروتين كمان بيساعد تحديد بروتين بيقولك الهورنس والهوفز والسبايدر بتتكون من بروتين هدخل عن بيولوجيكا الماكرو موليكيول الوحدة بتاعت نيوكليوتايتز بتكون من كاربون هاجون اوكسوجين نايتوجين فوسفل بترتبط مع بعض كوفيلانطومد العادية رابط الكوفيلانطومد بتتكون من ايه؟ بنتوس شجر يعني سكر خميسي السكر ده هنفهم ليه نوعي وفي السفيد جروف في كاربون نامبر 5 دي 1 2 3 4 5 كاربون نامبر 1 فيها نيتروجينس بيسس وهنفهم نوع الشجر بيقولك الشجر ده في حالة الدين ايه دي اوكسي ريبوزي يعنيس اوكسوجينيه يبقى C5H10O4 في الريبوز C5H10O5 النيتروجينس بيسس عندي ادنين جوانين كل واحد منه من الدين ايه في اربع ريبوز الفرق بين الدين ايه والر ايه دين ايه دي اوكسي ريبوز شجري يعنيس اوكسوجينيه C5H10O4 الريبوز شجري النيتروجينس بيسس اللي في الدين ايه ادنين وانين سيتوزين يراسيل يبقى هنا يراسيل الفرق دين ايه شريطين توجد طرانس شريط واحد تب موجود في الدين ايه في النيوكليس في تركيب الكرموسوم هنا بيكون من الدين ايه في النيوكليس اسمع ترانسكرايب وبيهتطلع على السيتو بلاسم دين ايه فايدته بيشيل المعلومات المراسية اللي بتتعدي من لما الانفرميشن دي بتساعد في القبير الخصائص المويزة لكائر الهي يعني كل الزرافة لها نفس الشكل كل الفيل لنفس الشكل كل الاسد لنفس الشكل كل البناء قدمين لهم نفس الشكل ما زينا هنا أدنين يرسيل سيتوزين جوانين